موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدينا صباح الأمل والتفائل بالمضي لتحقيق أمنياتنا الجميلة صباح يوم جديد عبر برنامجكم صباح الشرقية اللي راح نتناول فيه مواضيع مختلفة ونتعرف على حالة الطقس واجنواءنا الشتوية في المنطقة الشرقية وأهم الأخبار والتقارير إلى جانب المواضيع المهمة وأتمنى أن تستمتعون برفقتنا خلال هذه الساعة الصباحية إذن نبدأ معكم مجلتنا الصباحية بأهم العناوين الضيافة العصرية على سد رفيصة خدمة مميزة للزوار الأطفال وكيفية الحفاظ على صحتهم النفسية الكشافة وأهم الأهداف لعام الاستدامة 2023 إذن مشاهدين هذه كانت أبرز عنوين حلقتنا لهذا اليوم وإن شاء الله نوفق في طرح هذا المضمون وهذه الحلقة وأحب أذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات الصباح الشرقية وأيضاً البرامج التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا ما عليكم إلا أنكم تحملون التطبيق المجاني مرايا أو تقومون بمسح الرمز الموضح الآن أسفل الشاشة وتختارون القناة التي تحبون تتابعونها وتستمتعون وتستفيدون من جميع الحلقات سواء كانت المباشرة أو حتى المسجلة وعلى مدار الساعة وانتقالاً إلى أخبارنا في الصحف المحلية ونبدأها من صحيفة الخليج سلطان يفتتح مهرجان الشرقة للشعر النبطي بدورته السابعة عشر افتتح صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشرقة مساء الأثنين فعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان الشرقة للشعر النبطي الذي تنظمه دائرة الثقافة في قصر الثقافة استهل الحفل بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين تناول مسيرتهم مع الشعر النبطي وأبرز المحطات في حياتهم الأدبية وكذلك تضمن قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم وسيرة ذاتية لكل شعر قدم بعدها الشعر بطن مظلوم مدير مجلس الحير الأدبي أبيات شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان وتفضل صاحب السمو حاكم الشرقة بتكريم الشعراء المميزين في هذه الدورة ويقدم المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من فبراير مجموعة من الفعاليات المتنوعة تنتقل بين مدن الإمارة ومناطقها يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي وسيشهد تقديم دواوين من إصدارات دائرة ثقافة في الشرقة ضمن سلسلة توقيعات تحقب القراءات الشعرية ويتضمن إضافة إلى الأمسيات الشعرية ندوة نقدية مصاحبة تلقي إضاءات على تجارب الشعراء المكرمين أما عن خبرنا الثاني أيضا من صحيفة الخليج كهرباء الشرقة تستمر بمواكبة متطلبات التنمية حيث استقبل سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشرقة وفد لجنة شؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة وناقش الطرفان عددا من المحاور الأساسية على رأسها مبادرات الهيئة وسياستها وخطتها المستقبلية ورأيتها وكذلك اطلعت اللجنة على مختلف المشاريع النوعية والخدمات المطورة التي تقدمها الهيئة في إطار سياساتها المختلفة حضر الاجتماع من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشرقة عبدالله الشامسي المدير العام للهيئة وعددا من مديري الإدارات والمعنيين ومن اللجنة عبيد عوض الطنيجي رئيس اللجنة وعبيد القابض الطنيجي وعددا من مسؤولي اللجنة وأوضح رئيس الهيئة أن خدمات الغاز الطبيعي وصلت إلى 296 ألف مستفيد في مدينة الشرقة وفي مدينة خرفكان 735 مستفيدا وفي مدينة كلباء 785 مستفيدين وبلغ عدد المستفيدين من المنح الدراسية التي قدمتها الهيئة منذ أطلاقها عام 2002 أحدى 10 ألف طالب وطالبة ونختم أخبارنا من نفس الصحيفة الشرقة لتطوير القدرات تطلق برنامجا لتمكين رواد الأعمال الشباب حيث تستعد مؤسسة الشرقة لتطوير القدرات تطوير التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لإطلاق برنامج ريادة الأعمال من الثاني عشر إلى الثامن عشر من فبراير الجاري الذي يتيح للمشاركين الذين بلغوا سن الثامنة عشر فأكثر فرصة التعرف إلى أهم الأساليب والممارسات المبتكرة المتبعة في مجال ريادة الأعمال سيعمل البرنامج على تنمية الفكر الريادي للمشاركين من خلال فهم أساسيات الثقافة المالية وجمع الأموال وأيضا تطوير مهارات التفكير النقدي وآلية حل المشكلات من خلال دراسة العميل والسوق وطريقة بدء المشاريع التجارية الناشئة وتطويرها عبر أساليب تعلم جديدة عبر المحاكاة وكذلك يعد التعاون والعمل ضمن الفريق من أهم ركائز التي تسهم في نجاح المشاريع واستيعاب المفاهيم الخاصة بالتسويق إذا مشاهدين بعد جملة الأخبار المحلية المتعلقة بإمارتنا الجميلة الإمارة الباسمة إمارة الشارقة ننتقل وإياكم لنتعرف إلى درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا وإماراتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة إليكم مشاهدينا مجددا بعد ما تابعنا درجات الحرارة اليوم وما زلنا مستكملين هذه المجلة الصباحية ونبدأ أيضا مجلتنا بأول تقرير بما أن الأجواء جميلة أيضا في المنطقة الشرقية حيث أن الأخوة أيضا رصدوا لنا بعض المناطق الجميلة إلى جانب الخدمات الترفيهية والأنشطة حيث يعتبر سد رفيصة من أهم المناطق السياحية في مدينة خرفة كائن حيث جمال الطبيعة وتنوع المطاعم ويتميز أيضا بضيافة عصرية تجذب مرتادي لمزيدا من التفصيلات نتابع التقرير التالي ولنا عودة تعد استراحة سد الرفيصة من الوجهات الرائعة لقضاء العائلات يوما ممتعا بعد رحلة تمتد لساعات على الطريق في الاستراحة تستطيع أن تقوم بعدد من الأنشطة الجميلة في السد مع عائلتك يوفر سد الرفيصة عددا من الخدمات الراقية التي تليق بمرتاديه فمن هذه الخدمات الضيافة العصرية التي تقدمها المطاعم على السد إضافة إلى إطلالات رائعة لمجموعة من القوارب التي تكون دائما وسط السد والجبال العالية وزرغة المياه وجماليتها كذلك تتوافر فيها قائمة الأطعمة المتنوعة بين أكلات عربية وعصرية ويترافق مع ذلك كله طاقم يتميز بالمهارات العالية في فن تقديم المشروبات العصرية فهذه إحدى الخدمات التي لا بد من وجودها في استراحة سد الرفيصة فقد غدت بهذا كله ملاذا للاسترخاء والاستجمام وسط أحضان الطبيعة الخلابة إذن ومن الخدمات التي يقدمها سد الرفيصة وانتقالا إلى موضوع آخر الكشفي الجامعي هو نشاط تطوعي يهدف إلى تنمية النواحة الإنسانية والروحية والبدنية وأيضا الوطنية للطالب ويساعد أيضا في بناء شخصيته ويدفعه إلى خدمة المجتمع في النواحة البيئية والصحية وكذلك الاجتماعية لذلك ارتأت جامعة الشارقة على تفعيل الحاركة الكشفية والاهتمام بها وذلك لتحسين وتطوير مهارات الشاب لتحقيق التنمية الاجتماعية والبدنية والعقلية والاجتماعية وأيضا الروحية والوجدانية أيضا اليوم معنا أحد منتسبي الحركة الكشفية للحديث أكثر عن أسسيها وفوائدها بالنسبة للطالب إذن دعوني أرحب بعبد الله أبو بكر عبد الفتاح رائد أول عشائر جوالة الشارقة صبحك الله بالخير عبد الله صبحك الله بالنور والسرور يا أهلا وسهلا يا مرحبا بك ويانا في برنامج سباح الشارقة يا أهلا وسهلا فيكم اليوم الحركة الكشفية موجودة من قبل جامعة الشارقة هذه جامعة العريقة والمهتمة بجميع جوانب الطالب سواء كانت النفسية البيئية الاجتماعية القيادية ومنها أيضا من خلال إطلاقها مبادرات وبرامج تصفي مصلحة هذا الطالب وكل منتسب في هذه الجامعة سواء كانت الطالب أو حتى الكادر الأكاديمي صحيح اليوم أنت أحد الكشاف الموجودين في جامعة الشارقة نتعرف أكثر عن هذه الميزة أو هذا البرنامج وكيف أيضا يخدم هذا البرنامج الطالب الجامعي في البداية نحن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى تغطيتكم المميزة الحقيقة ودائما الدعم موجود لإبراز هوية الحركة الكشفية شكرا لكم هذا واجب الله يحفظكم في البداية نحن نتحدث عن الحركة الكشفية في بناء شخصية قيادية هذه الشخصية يكون فيها مدخلات كثيرة وأنشطة كثيرة أهمها حياة الخلاء والمخيمات الكشفية هذه المخيمات التي تساعد الطالب على الأتماد على النفس وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم الشخصية القيادية هذه تنبع من مشاركات عدة وتمثيل كبير للدولة والجامعة ومفوضية كشافة الشارقة وجامعات الشارقة وكل الفئات المعنية بهذا الموضوع الشخصية القيادية تنبع من المخيمات الكشفية صحيح المخيمات الكشفية التي يكون فيها أنشطة توعوية أنشطة ثقافية أنشطة مجتمعية تضيف للشخصية مكتسبات تفيد وتدعم في مواجهة مواكبات وتطورات الحياة ولهذا السبب ممكن أسألك أهمية الحركة الكشفية والكشافة وخاصة بما يتعلق بالطالب الجامعي أهمية الحركة الكشفية هي تضيف للطالب مكتسبات ما تكون موجودة في الجانب الأكاديمي يعني الجانب الأكاديمي في الجامعة خاص بالجانب الأكاديمي صح دراسة وطلاعات وغيرها وبحوث صحيح أما الحياة الكشفية هي حياة الخلاء والعمل الجماعي ينتقل من روتين الدراسة وروتين الحياة الأكاديمية إلى حياة يعتمد فيها على نفسها ويكتسب منها مكتسبات شخصية ويتعرف منها من خلالها على جميع المنتسبين للحركة الكشفية من شتى بقاع العالم في تمثيل طبعا المخيمات الكشفية والعالمية نتعرف من خلالها على المنتسبين لهذه الحركة الكشفية من كل الدول نتبادل الثقافات ونتبادل الخبرات من أجل إضافة هذه الخبرات ومكتسبات لنا شخصية نعم طيب الأنشطة الكشفية يعني لا بد أن يتبادل في أذهاننا ما الأنشطة الكشفية التي يقوم بها الطالب الجامعي مثل ما نعرفنا الطالب الجامعي ملتزم بدراسة ملتزم أيضا بواجبات ببحوث معينة فلا بد أيضا ممكن من أنشطة كشفية توازن بين هذه العملية وتلائم أيضا دراستها يعني على فكرة عبدالله أيضا طالب هندسة ما شاء الله فنتحدث أيضا عن الأنشطة الكشفية التي دائما تكون مصاحبة لهذا الطالب خلال رحلته الجامعية طبعا فرقة أشائر جوالة جامعة الشارقة من ضمن الفرقة الطوعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تشارك في جميع المحافل المحلية والدولية وحتى العالمية من أجل الارتقاء بهذه الحركة الكشفية وإبراز الهوية الكشفية لكل بقاع العالم المشاركة في هذه المخيمات لا تقتصر فقط داخل دولة الإمارات وإنما نمثل الجامعة والدولة في المحافل الدولية وكنا مشاركين وممثلين في أمريكا المخيم الكبير المخيم كان مشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك من كل دول العالم ونحن كنا في فريق الدعم اللوجستي الذي يخدم المتطوعين والمشاركين في هذا اللقاء إذن تعاملنا ليس فقط محليا على الجانب المحلي نحن نشارك ونتعاون مع جميع الهيئات داخل الدولة سواء مع شرطة الشارقة في تنظيم أسبوع المرور سواء مع وزارة الثقافة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالثقافة والقوافل الثقافية وأيضا في محميات الطبيعة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية نشارك في التشجير ومع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نشارك في تنظيم سوق الوراقين ومعرض الكتاب هذه آخر مبادرة تقريبا كانت مقبرة معدلله نعم معرض الكتاب المستعمل نعم وأيضا كان هناك لقاء خاص بتحديات التغير المناخي طبعا فرق الكشافة لابد أنها تواكب القضايا التي تعاصرها الدولة وتهتم فيها كان هناك الأسبوع الماضي لقاء تنظم مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات هذا اللقاء كان خاص بالتغيرات المناخية هذه مواكبة لعامل الاستدامة أعتقد يعني عبدالله صحيح كان يضم جميع المشاركين في مفوضيات وجامعات الشارقة مفوضيات الكشافة وعشائر الجوالة في الجامعات احتضنت أكثر من ثمانين مشارك ومشاركة أو جوال وشابة من هذه الجامعات والمفوضيات كان يختص بالقضايا الخاصة بالاستدامة وتحديات التغير المناخية وكيف نحن شوء الدور اللي نحن نستفيد منها ونستفيد بحيث أن نشارك في هذه التحديات المناخية ومواكبة الدولة في تحقيق أهتاف التنمية المستدامة يعني أشائر جوال الجامعة الشارقة يعطيهم العافية ومبادراتهم مستمرة لا تصف الحركة الكشفية فقط عن فكرة هم أيضا الهدف الأساسي هي المبادرات الخيرية الإنسانية التطوعية لا تخلوا مبادرة أو برنامج لربما يطلبون الكشافة وهم يكونوا موجودين في هذه المبادرات ولهذا السبب أيضا كان جهدكم موجود وملموس على أرض الواقع ولقيتوا أيضا جوائز عدة وميداليات لربما أيضا ممكن تكون مصدر فخر واعتزاز لكم ومنها وسام حمد بن زايد التطوع في المبادرات الخاصة أيضا بالتطوع خاصة بفترة كوفيد-19 نتحدث أيضا عن هذا الوسام هذا الوسام كان في مبادرات تطوعية نحن في فترة كورونا الكل كان متخوف الكل كان يخشى الاختراط بالعالم الخارجي إذن كان هناك إجراءات احترازية فنحن كدورنا في كدور وشعار لنا نعمل ونبدع من أجل خدمة المجتمع دورنا أكبر في مصلحات المجتمع وخدمة المجتمع لذلك كان واجبنا نحن نشارك في المبادرات التطوعية التي تتبناها الدولة وهدم فيها قيادتنا الرشيدة من أجل الارتقاء بمستوى الدولة وعنايتها ومواكبتها لكل القضايا المعاصرة التي ممكن تصير سواء في الجوائح نحن على الحلوة والمرة نحن في الحلوة نحن مشاركين في المحافل والمخيمات وغيرها وحتى في المشاركات أو المبادرات التطوعية التي توازن قد تكون هذه المبادرات لها نفع أكبر ولها فخر في نفوسنا أكبر من المشاركات الأخرى نحن نحن مفتخرين نفتخر بأننا نساعدنا ولو بجزء بسيط من أجل الوطن جميل على طار النفع يعني ما شاء الله عبد الله مثل ما ذكرت أنه من أول سنة تخصصة أو أول سنة جامعية وهم التحق في الحركة الكشفية أو كشافة الجامعة فلو نتحدث أيضا ما المنفعة التي عادت على عبد الله من خلال أيضا التحاقة لهذا البرنامج أو هذه الحركة الكشفية في الجامعة في البداية التحاق بالحركة الكشفية كانت التحاق بالحركة الكشفية كأسلوب حياة يعني نطلع من روتين الدراسة لأسلوب حياة مختلف يضيف للإنسان مهارات تنموية وفكرية واجتماعية يكون فيها علاقات مع كل الدول والجهات المعنية هذه العلاقات تؤهل الشخصية لسوق العمل وكيفية التعامل مع كل الفئات أي أن كان المجال يعني هي لا تختص بمجال معين بالعكس هي تضيف قيم إنسانية قيم أخلاقية قيم قيادية للشخصية المنتسبة لهذه الحركة الكشفية أي أن كان مجاله وأي أن كان عمله يعني هناك العديد من المناصب القيادية في الدولة كان الحاصلين عليها أحد المنتسبين للحركة الكشفية وكان فضل طبعا يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى التحاقهم بهذه الحركة الكشفية والاكتساب من هذه الخبرات نعم بما أن إمارتنا الحبيبة أيضا إمارة داعمة للمبادرات الخيرية والإنسانية من خلال أيضا إطلاقها جائزة الشارقة للعمل التطوعي وبما أن أيضا جهودكم وتكاتف أيضا الدوائر في إمارة الشارقة يعني لخدمة هذا المجتمع يعني أضاف أيضا نوع من القوة ما شاء الله أيضا أنتم ملازمين جائزة الشارقة للعمل التطوعي من خلال النسخة الأولى أو منذ النسخة الأولى فلو نتحدث أيضا عن مشاركاتكم في الأعمال الخيرية الإنسانية والتي أيضا تشجع المجتمع وأفراده ومؤسساته على الأعمال التطوعية طبعا الأعمال التطوعية من أهمها يكون الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على جميع الفئات المشاركة يعني تعود بالنفع على الطرفين المتطوعين يعود لهم بالنفع المعنوي بإنجازهم لهذا التطوع ويعود بالنفع أيضا على الفئة المستهدفة في التطوع نحن خدمة المجتمع المجتمع مستفيد ونحن مستفيدين أكثر بمشاركتنا في هذه المشاركات التطوعية بالنسبة للمشاركات التطوعية كانت مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كانت مع جائزة الشارقة للعمل التطوعي وجائزة خليفة التربوية نحن نشارك جميع الجهات من أجل الخدمة المجتمعية من أجل تحقيق رؤيتنا وتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وإبرازا لدورنا في خدمة المجتمع وطبعا هذه التطلعات قيادتنا الرشيدة ودعم من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضم المجلس على الاتحاد حاكم إمارة الشارقة وهو الدعم دائما للحركة الكشفية وهو الكشاف الأول صحيح يعني في يوم الأيام قرأت هذه المعلومة يعني ما أدري يعني عبد الله ممكن أنها تكون صحيحة أو لا أن في أحد العلماء أكد أن الحركة الكشفية على أجل الصحة النفسية والعقلية هل هذه المقولة صحيحة أو هل هذا البحث صحيح؟ نعم الحين نحن أكثر الأشياء اللي نواجهها ما نقدر نتخلص من ضغوطات الحياة ما عندنا أشياء اللي نقدر نتخلص تفرير مثلا للطاقة وخاصة بالنسبة للطالب صحيح خصوصا الطالب يكون دائما وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا ما أخذها كل الوقت فالوقت المتفرغ للطالب لا يستفيد منه بأشياء تضيف الشخصيته مثلا يضيع في الاستخدام الخاطر التكنولوجيا نعم فأن الواحد يطلع من هذا الروتين ويطلع لحياة الخلاء يعني يتأمل خلق الله في النجوم واستخدام البوصلة ومعرفات مواقع الصلاة من خلالها واتجاه القبلة والاعتماد على النفس أيضا الجانب البدني نحن نأد الخيمة ونحن نأد الطعام وكيف نحن نقدر من حياة الخلاء مكان فارغ نقدر نسوي فعاليات نقدر نسوي أنشطة نقدر نسوي حفل سمر نحن عندنا في كل مخيم في المساء يكون في حفل سمر يصطحب أناشيد وصيحات كشفية وغيرها نعم فهذا تفريغ للطاقة يعني صراحة تجربة متنوعة مميزة تضيف للشخصية جانب قد لا يعوض بالجانب الأكاديمي وجانب روتين الحياة وينطص ضغوطات الحياة بطريقة جميلة وطريقة مناسبة وتضيف للشخصية أيضا يعني هي ليست فقط كاسر الروتين وإنما هي تجربة تضيف للإنسان مكتسبات وتنميات فكرية تؤهل للعمل من جديد والإبداع في مجالها أو دراستها أو أي أن كان مجالها في العمل وشو من الصيحات الكشفية عبدالله؟ هي المتعلقة فيكم يعني هي الصيحات الكشفية يكون مثلا الصيحات الكشفية تكون عبارات يرددها الكشافة المتسبين للحركة الكشفية تكون خاصة مثلا في كل فرقة كشفية يكون مثلا في صيحة خاصة فيها تميزها لجمعة الشارقة شو من الصيحات المتعلقة فيها؟ في كثير من الصيحات مثلا نون على كاف كاف على راء كاف على شين شين على راء يعني نون على شين شين على كاف كاف على راء نشكر 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 جميل هذه الأشياء من الصيحات الكشفية التي نستخدمها تضيف رونق خاص للمخيمات الكشفية التي نشارك فيها وطبعا هذه الصيحات الكشفية تختلف حسب الدول كل دولة بلهجتها كل دولة بلغتها فمن ضمن المشاركات المتميزة حقيقة اللقاء الكشفي الدولي وهذا اللقاء يكون تحت رعاية ومكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه هذا اللقاء تستطيف فيه دولتنا الحبيبة أكثر من مئة دولة مشاركة في هذا اللقاء للتعريف عن دولة الإمارات دولة الحب والعطاء وكيف نحن نعكس هذه الصورة ونوصل هذه الصورة السامية لكل بقاع الأرض ومدى الحب والعطاء في دولة الإمارات لكل دول العالم نعم عبد الله أنت رائد أول عشائر جوالة جامعة الشارقة نتحدث أيضا عن هذا المنصب هل هذا المنصب يكون أيضا من ضمن هذه الحركة الكشفية ومن ضمن أيضا هذا الفريق الكشفي؟ هذا المنصب يعتمد على الأسبقية الأقدمية والخبرة في المشاركات الكشفية وغيرها يتولى هذا المنصب أكثر الطلاب مشاركة في هذه المخيمات الكشفية وهذه الأنشطة الكشفية بحيث يكون عندها القدرة على إدارة هذا الفريق وعمل اجتماعات دورية لهم ومتابعة أمورهم الخاصة بالحركة وكافة الأعضاء المنتسبين لعشيرة جوالة الجامعة أو العشيرة التي يقودها كيف يكون كيف ينسق وياهم يكون دور فاعل بينهم ويكون هو حلقة الوصل بينهم وبين أدارة الجامعة والدائمين لهم في الجامعة سواء عمادة شؤون الطلاب أو مدير الجامعة أو الجهة المختصة بهذه الحركة الكشفية يعني أنت كقائد في هذه الحركة الكشفية فلو نتحدث أيضا إلى صفات أو ما هي صفات القائد الكشفي واللي ممكن أيضا اكتسبتها من خلال الممارسة من خلال الخبرة مثل ما ذكرنا يعني أيضا كونك أيضا مثلا رجل كشاف قديم أو أحد الأشخاص القدماء في الحركة الكشفية في جامعة الشارقة هناك العديد من الصفات لابد أن تكون موجودة في الشخصية القيادية الشخصية القيادية لا تكون شخصية بناءة تقدر تطلع أكثر ما في جعبة المشاركين وأكثر ما في خبراتهم كيف الاستفادة من هذه الخبرات وكيف التعامل مع المجموعة الكشفية أو المجموعة التي نحن مسؤولين عليها وكيف أننا نرتقي بهذه المجموعة لأفضل صورة ممكنة وتكون مشاركات متنوعة لازم يكون هذا القائد صبور يكون عنده سرعة بديهة في التصرفات الموجودة والمشاركات الموجودة لازم يكون أيضا عنده روح الدعابة يكون ما يكون الستريت في النهاية هذه حركة كشفية تطوعية هي تضيف للشخص مكتسبات لا بد أن تكون بجانب معين لا بد أن تكون الهرونة خاص ويضيف للشخص لأنه إذا أنا مثلا تكلمت مع أحد المنتسبين بطريقة غير لائقة هو أنا المفروض قدوة المفروض أن القائد يقتدي مني مثلا يضيف هذه الخبرة ويكسبها للمجتمع اللي حوله فلازم أنا أكون منتبه على طريقة التعامل يكون فيه لباقة في التعامل يكون فيه صبر أيضا في بعض المواجهات التي تكون موجودة إلينا فهذه بعض المكتسبات اللي لازم تكون موجودة في القائد الكشفي ولا بد من أهداف تكون أيضا موجودة ومرجوة من هذه الحركة الكشفية من هذه البرامج من هذه المخيمات اللي تتصب في مصلحة هذا المنتسب أو هذا الطالب وفي مصلحة المتهمة يعني جهودكم جبارة في الحقيقة مخلال أيضا بصماتكم الواضحة في الأعمال التطوعية والخيرية ما الأهداف التي دائما ما تسعون إليها مخلال أيضا انتسابكم إلى الحركة الكشفية طبعا من أهم الأهداف المرجوة من الحركة الكشفية هي خدمة المجتمع وكيفية بذل قصارى الجهود في خدمة هذا المجتمع وتعود بالنفع إلى المتسبين للحركة الكشفية تنمية مهاراتهم الفكرية والتوعوية والاجتماعية والثقافية هذه المبادرات تضيف أيضا للطالب قيم يعني تعزز فيه العمل الجماعي وروح التعاون تعزز فيه كيفية الاعتماد على النفس في مواجهة الصعوبات والأشياء التي يمكن يواكبها والأشياء التي يمكن يواجهها في حياة المستقبلية ويأهل العمل في سوق العمل يأهل هذا الطالب أو المنتسب لسوق العمل وكيفية التعامل مع كافة الجهات مستقبلا طيب عبد الله يعني يكونك أيضا طالب وطالب فيه تخصص علمي وهو الهندسة فهذا التخصص يحتاج أيضا إلى تعمق يحتاج إلى فترة أطول للدراسة فكيف توفق بين أعمالك التطوعية والخيرية والحركة الكشفية وبين أيضا دراستك ممكن هذه أيضا رسالة المشاهدين أو الطلاب الجامعين اللي حابين أنهم يلتحقون للحركة الكشفية لكن مترددين لربما نوعا ما من الدراسة من الآثار لربما قد تكون سلبية على دراستهم ومسواهم الأكاديمي بالعكس التحاق بهذه الحركة الكشفية أو التحاق بعشائر جوالة الجامعة تضيف للشخص يعني الحركة الكشفية بنفسها هي التي تعلم المنتسب لها كيف أنه يوفق بين وقته وكيف استغلال الوقت الانضباط كيف أنه يرتب أمور يسوي جدول له يخلي وقت خاص بالدراسة ويخلي وقت خاص بالأنشطة بحيث أنه يوازن بين دراسته وبين أعمال تطوعية خصوصا العمل التطوعي في هذا الطبعا العمل التطوعي لا يختصر على عمر معين هو خاص بكل جميع الأمار لكن في المرحلة الشبابية ومرحلة الجامعة هي أكثر فترة تدعو للعطاء والعمل التطوعي تضيف جدا للإنسان في هذه الفترة بما أنه انتقل من الحياة الدراسية والمدرسة وكذا وهي فترة فاصلة سينتقل بعدها إلى سوق العمل فلابد أن يكون في مشاركات تطوعية يخدم بها المجتمع نعم وأشكر جامعة الشرقة بالفعل على تخريجها أيضا ما شاء الله مثل هذه الطاقات الشابة اللي بفعل هذا ما لمسناه أيضا من خلال حوارنا معاك وحديثنا معاك عبد الله بالفعل صفات القائد المثال الموجودة اليوم عندنا في برنامج صباح الشرقية بعد التخرج إن شاء الله أو التخريج هل ستكمل المسيرة الكشفية مع جامعة الشرقة؟ نعم الحركة الكشفية هي أسلوب حياة اللي يدخلها ويلمس الجانب المضيئ فيها ما يقدر يودرها يعني الكشاف يوما كشاف دوما نحن عندنا مثل في الكشاف وتعاملنا مع الحركة الكشفية هي ما تقتصر على أمر معين بالعكس حتى بعد تخرجنا نحن نتشرف ونفتخر أن نشارك في الأعمال التطوعية لتضيف للإنسان الكثير صحيح طيب قبل أن نهي عندي أيضا سؤال بما أنك لا تقتصر على أمر معين الحركة الكشفية بالنسبة لطلاب الجامعات مثلها الحركة الكشفية للأطفال مثلها مثل الحركة الكشفية للطالبات مثلا أو حتى الفئات العمرية المختلفة أم هي حركة كشفية واحدة؟ الحركة الكشفية هي أهدافها واحدة لكن هاي الأهداف تكون متناسبة مع الأمر يعني مثلا الحركة الكشفية بالنسبة للأطفال أو الشبان يكون حركة تأهيلية تمام يؤهل هذا الطفل نفسيا واجزديا وعقليا تمام يكون فيه تأهيل لهذه الحركة وأيضا فيه دورات وخبرات في هذه الحركة الكشفية لكل فئة بحيث أن كل فئة يكون عندها من المكتسبات التي تقدر تفيد فيها نتمنى لك المزيد من التوفيق عبدالله أبو بكر عبدالفتاح رائد أول عشاء بجوالة الشارقة نتمنى لك المزيد من التوفيق سواء كانت في مسيرتك كأدراسية أو حتى الكشفية شكرا لك الحياة